الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وطنوا أنفسكم على إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلم لابد لك مثلا فلان زارني بزوره فلان ما زارني ما بزوره لا بعرف ناس مثلا إذا صار وفاة عندهم بالحي بيسأل إنه هل ترى نعم إجا عزاني هذا لما مات أبي إذا قالوا له إيه منه كان رايح على عزة أقوله ما إجاء أي ما لي رايح يعني شو بيمنع إذا كان رحت على عزة رحت على فرحه وشاركته الناس اللي بتشارك تبقى محبوبة ووجهة عند الناس أما واحد إيه نعم بتلاقي مقاطع الناس بتلاقي سبحان الله عم يعاملون أبدا بالمثل هذا ما يمشي الحال حتى المواعيد حتى المواعيد بتلاقي ناس ما محترمي مواعيدا وعدت رجل أنا مرة بدي سافر أنا وياه فتأخر أنا بنتظر عشر دقائق بس وبمشي فأطمضوا العشر دقائق تجاوزا مشان السفر مضيت خمزة تانية ما إجا فمشيت مشيت بعد ما مشيت شي تقريبا ساعة ذكرت إلي نسيان شغلي مهمة جدا رجعت مشان جيبا رجعت لقيته ساعة توصل قال لا تأخذني تأخرت شو تأخرت هذا تأخيرها ما في مواعيد بيني بينك مع السلامة مرة أسمعنا من شيخنا عن الشيخ محمود بعيون الرنكوسي رحمه الله تعالى وكان مدعو لا وليمي فراحوا نعم كانت الوقت قبله بخمس دقائق قالوا لي ما علسيدي ندع على الباب قالوا لا أصحى ما صار مواعيدنا مواعيدنا فرضا ساعة أربعة يعني ساعة أربعة أما ندق قبله بخمس دقائق بجوز الساعة ما يكملوا حط الصفرة بالأرض فصارت أربعة طبق قالوا هلأ قلنا الحق أنه ندق دقوا الباب استقبلوا للناس فاتوا بعد ربع ساعة أجوا ناس دقوا الباب فاتوا بعد نصف ساعة أجوا دقوا الناس فاتوا بعد ساعة أجوا ناس دقوا الباب ما رضي يستقبلوا صاحب البيت قالوا زوجتي مو خدامي عنكم تفزي تصخن لكم الأكل وتحط لكم ياه وكذا فأنتوا أسقطوا حقكم هلأ هيك بالناحية ما لكم مدعوين أنتم مع السلامة فأقول له الشيخ للي ما عمله والله درس عملي هذا فالإنسان بدي يحترم مواعيده الشيخي مرة قال لي بتشي الساعة عشرة بتشي بتوقف قدام باب ازقق عندي بدون ما دق الباب عشرة طبق تمام بدي أفتح الباب لقيك مرة فأقول لحالي يعني هلأ الشيخ عم يلاعبني أنا زلم يتجوز وعندي أولاد وبدي يوقف على الباب ويفتح لي الباب طيب بدي سايره لأني عم يدرس عنده فأجيت الساعة عشرة وأفد فتح الباب لأني قال لي تمام مع السلامة لكن كان أحلى درس عندي مواعيد اليوم شيء مقدس فدائما تلاقي رفقاتي أو عيالي أو أولادي هنا بيتأففوا من مواعيدي يعني يقول يابا طيب جيت أنت بصرنا عشرة هاي وقفين عام السنة والرجل ما إجاء قال له إلنا مؤلنا حد نحنا قال له ما ما بيجي من نمشي يعني الناس عم تأخر ليش أنت ما تتأخر لا ما بتأخر ما عاد أحسن يتأخر فلذلك كتير من الأشياء الإنسان بيضبطه أما اللي غير منضبط الإنسان اللي ما بيصلي الإنسان اللي ما بيتقي الله وكان أمره فروطان فبتلاقي إيه نعم كل شي عنده مخبص وكل شي عنده إيه نعم سبحان الله فوضوي وهذا الشيء اللي ما بيصير يكون بالمسلم لازم المسلم يكون منضبط بكل شيء والحمد